قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة المشاركة مع الصين وتأمل أن تفتح الصين سوقها أمام العالم الخارجي لكن الصين تواصل تعزيز دورها القيادي الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والمدني ولا تسعى الولايات المتحدة إلى الانفصال عن الصين لكنها ستعمل على تعزيز ضوابط التصدير وتحسين مرونة سلسلة التوريد والاستجابة للإكراه الاقتصادي الصينية بذل شأن وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاوليجي أن التصريحات بغير المسؤولة وأنها لا تتفق مع الحقائق إن سياسة الإصلاح والانفتاح هي السياسة الوطنية الأساسية للصين ولن يغلق باب الانفتاح الصيني بل سيفتح على نطاق أوسع وأوسع وعلى عكس الصين ومن أجل حماية هميانتها ومصالحها الأنانية قامت الولايات المتحدة بتسييس وتسليح وإطفاء الطابع الأيدولوجي على قضايا الصيني التجارية والإستثمارية والعلمية والتكنولوجية وشوهت عمدا استراتيجية التكامل العسكري المدني الصيني وأساءت استخدام ضوابط التصدير وأجبرت حلفائها على تشكيل مختلف سلاسل التوليد الصناعية المناهضة للصين وهذه الأعمال تضر بهم وبالآخرين بل إنها أشد ضررا على انتعاش الاقتصاد العالمي نحث الجانب الأمريكي على تصحيح فهمه للصين وتنفيذ التزام الرئيس بايدن بعدم السعي إلى فك الارتباط عن الصين وعدم عرقلة تنميتها الاقتصادية وعدم احتوائها والتوقف عن إساءة استخدام القوة الوطنية لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول والتوقف عن بناء الجدران والحواجز بشكل مصنع والتوقف عن الإضرار بالاقتصاد العالمي لمصالحه الخاصة اشتركوا في القناة